اشتركوا في القناة من الجهات المعنية والحكومة أن تسهل الأمور للمواطنين تغفض الأسعار يعني حالة الفقر هائلة يعني والفقير المو عنده شون يقدر يعيش إذا ما الحكومة توفر له وترخص بالأسعار أسعار رمضان بعض التجار يغلون الأسعار ويرفعون السعر يستغلون المواطن والمواطن المواطن المو عنده والعالم عايشة كسبة كثيرتها كسبة والعالم أكو ما عندهم فقرة وكوهاي فبعد السوق لازم يرعون الفقير تتعرف أكو ناس فقرة أكو ناس معلها تأكل فعلموت هذه والله بالنسبة لأسعار السوق يعني حاليا نعم ما نشوف هلقة فرق نفس الشي بس لا يصعد إحنا نقول أهم شي لا يصعد يعني يبقى على هاي الشي هم زين نقول بعد رمضان ما جاي مثل ما نقول فأتمنى من الناس تراعي ظروف الفقراء تراعي ما عنده ونتمنى من الدولة تراقب السوق خاف أكو بعض الناس تستقل هذا الشي من قبل قدوم رمضان غالية بس اللحوم غالية عندنا ورمضان جاينا وناس أكو فقرة ما يدر صار لها سنين ما يدر تأكلها قطعة لحم و الله كريم إن شاء الله إحنا نتمنى بل انخفاض الأسعار كل شي قل على السوق ما أبي نزول أبدا كل شي ما أبي نزول أبدا كله قالي كل شي على شي ما أكون نزول أبدا رمضان ما رمضان هو قالي